السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية سأقدم لكم بحول الله في هذا الفيديو أربع وصفات متعلقة أساساً بالشعر هذه الوصفات هي موجهة للقضاء على الشيب ومعالجته بصفة نهائية وكذلك هي موجهة لمنع تساقط الشعر حيث أثبتت التجربة نجاح هذه الوصفات بشكل فعال وسريع ومضمون بحول الله أول وصفة سنبتدئ بها فيديو اليوم بحول الله هي الأملج الأملج هو مفيد جداً للشعر لأنه يقوي البصيلات ويحفز نمو الشعر سريعاً بالإضافة إلى منحه اللمعان المميز ويساعد الأملج في تأخير ظهور الشيب وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسادة بالإضافة إلى احتوائه على فيطامين سي ويساعد الأملج في القضاء على القشرة وكذلك يساهم في تحسين لون الشعر وتلطيفه ومنحه الملمس النعم كيفية استخدام الأملج للقضاء على مشكلة الشيب في البداية يجب اتباع والقيام بالخطوات الآتية نقوم بمزج ملعقة كبيرة أو قدر كفة يد من الأملج المجفف بمعنى حسب الكمية التي تحتاجين وضعها على الشعر ثم نقوم بغلي الأملج المجفف في الماء جيدا وتركه على نار هادئة بعد ذلك يتم رحيه جيدا على الخلاط بكل مكوناته سواء بالماء وحتى الأملج المغني بعد استكمال عملية الرحي جيدا في الخلاط تضاف إليه ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون أو ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة أو زيت الخردل أو حتى زيت السمسم بمعنى حسب الزيوت المتوفرة لديك في المنزل بعد ذلك يوزع بفرشات شعر على كامل الشعر خصلة خصلة ويترك ليلة كاملة أو ست ساعات على الأقل هذه الوصفة التي أمامكم تستعمل لكل ألوان الشعر إلا الأشقر فمن لديها شعر أشقر فلا تستعمل هذه الوصفة اللواتي لديهن شعر أشقر فلينتظرنني في الوصفة الثانية التي سوف أقدمها في هذا الفيديو ولسوف أقدم لهن وصفة ملائمة لهن كذلك هذه الوصفة تستعمل أيضا للحية للحية الرجال أيضا وتستعمل مرتين أو ثلاث مرات في الإسبوع حيث أنها مع أول استعمال بحول الله سوف تسبغ الشعر ومع المداومة عليها سوف تقضي بحول الله على الشيء بصفة نهائية مع العلم أن مدة استعمالها تتراوح من شهر إلى شهرين بل حتى يمكن استعمالها يوميا وهذا يرجع إلى كثافة الشيب الموجود على الشعر وفي حال كان الجو ساخنا نوعا ما فالشعر بطبيعة الحال سوف يتأثر ويجف بسرعة هنا يتم سكب هذا المزيج في عبوة بخاخة فارغة ومن ثم رش الشعر بها ودهنه بزيت الخروة طيب لننتقل الآن إلى الوصفة الثانية وهي وصفة قشور البطاطا قشور البطاطا هي علاج طبيعي مئة بالمئة للشيء تتميز قشور البطاطا بغناها بمضادات الأكسادة وبفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة بطبيعة الحال عن الشيخوغة وهي تحتوي كذلك على الفيطامين سي وكذلك مواد نياستين والريبوفلافين التي تغضي الشعر بالعمق وتزيد من قوته ولمعاني هنا سوف تقي الشعر من الشيب ويستعيد لونه الأساسي فهذه الخلطة التي سوف أقدمها لكم كما قلت طبيعية وتتمتع بفعالية كبيرة جدا في مجال علاج الشيب يكفي لتحضيرها أن تقوم بتقشير حبة كبيرة الحجم من البطاطا ثم بعدها تقوم بغل هذه القشور المتحصل عليها في كوبين من الماء على النار يتم بعد ذلك تصفية الخليط وتبريد الماء وتقومين بشطف الشعر بهذا المحلول أي بمحلول البطاطا هذه الوصفة السهلة والفعالة تصلح لكل أنواع الشعر حتى الأشقى لكن بشرط واحد وهو أن تقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زهرة البابونج ملعقة كبيرة من زهرة البابونج ويتم بعدها غسل الشعر بالشومب وفي آخر شطفة يستعمل هذا المحلول لغسل الشعر به أو كذلك كما قلنا في الوصفة الأولى تستعمل عبوة بخاخة على الشعر وتستعمل حتى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة هذه الوصفة هي مهمة ومهمة جدا على غرار الوصفة الأولى حيث أثبتت التجربة فعاليتها ونجاحها وقضت بعد المداومة عليها على الشيء بصفة نهائية وكما قلت فهذه الوصفة كذلك يمكن استعمالها باللزبال الرجال فيمكن استعمالها أيضا لللحية التي ينمو بها الشيء كثيرا أما الآن فسوف ننتقل وإياكم كما وعدتكم إلى الوصفة الثالثة والمتعلقة أساسا بالحلبة الحلبة تعد غنية بالمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والزينك والمانغانيز والماغنيزيوم والنحاس كذلك كما وأنها تحتوي على الثيامين وحمض الفوليك والعديد من الأحماض الأمينية لكن قبل استعمال وصفة الحلبة نعلم جيدا أن الحلبة لديها رائحة قد تكون غير مرغوبة فهنا يوجد مخرج لهذه الحالة لإزالة هذه الرائحة من على الحلبة قبل استعمالها لابد من إزالة الرائحة عن الحلبة ثم القيام باستعمالها أولا نقوم بتحميصها في مقلات وأثناء التحميص تقومين برش الحلبة بماء الظهر أو ماء ورد أو أي زيت عطري موجود أو متوفر لديك في المنزل بعدها ستزول الرائحة بصفة نهائية ولن تظهر أبدا خلال تطبيقنا للوصفة الطريقة الصحيحة لاستعمال وصفة الحلبة لمنع تساقط الشعر هي كالأتي هو أن تقومي بغليها في الماء وبعد أن يفتر قليلا تقومين برش الشعر قبل الاستحمام بساعة كاملة مع تدليك فروة الرأس ثم القيام بغسل الشعر جيدا لكن يفضل هنا استعمال شامبو أطفال أو شامبو طبيعي بالسدر لمدة ثلاث مرات في الأسبوع وإن شاء الله سوف أقوم بتقديم أنواع شامبو طبيعي وكيفية تحضيرها فقط خلال الفيديوهات القادمة فقط لا تنسوا دعم القناة والضغط على زر الإعجاب حتى نتمكن من تلبية جميع رغباتكم بحول الله استعملوا وصفة الحلبة ولسوف تقضي بإذن الله عز وجل على تساقط الشعر بصفة نهائية طيب هذا ما يتعلق بالوصفة الثالثة أما بالنسبة للوصفة الرابعة فهي وصفة النعنع النعنع يقوي الشعر بكفاءة ومنشط له ويطرد حشرات الشعر ويعزز نموه كذلك كما أنه يحفز بصيلات الشعر وبالتالي سيزيد من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس كما أنه يستعمل حتى لمعالجة قشرة الشعر لذلك فالنعنع هو مفيد ومفيد جدا طيب بالنسبة لطريقة الاستعمال تقوم بغلي الكمية التي تحتاجين إليها من النعنع والماء جيدا ثم بعد ذلك تتركي حتى يبرد ثم تغسدين شعركي بالشومبو وفي آخر شطفة يغسل الشعر بمحلول النعنع ويمكن أيضا في هذه الحالة استعمال عبوة بخاخ لرش الشعر ويترك المحلول على الشعر لمدة ست ساعات على أن تستعمل هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع ومع المداومة عليها ستقضي نهائيا على مشكل تساقط الشعر هذه الوصفة هي مهمة ومهمة جدا لأنها مجربة وسريعة وفعالة ومضمونة أيضا لذلك جربوها ولن تنتم أتمنى في الأخير أنكم قد استفدتم من هذه الوصفات الأربعة الموجهة لمنع تساقط الشعر وكذلك لعلاج الشيء سواء للرجال وحتى للنساء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب بالفيديو تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته